الكاشف عن فولكسفاجن تايرون ثاني أكبر سيارات الشركة في أوروبا وصلت سيارة فولكسفاجن تايرون الجديدة ودي تعتبر سيارة رياضية متعددة الاستخدامات يعني SUV كبيرة الحجم موجودة أو متوفرة بخمس مقاعد أو سبع مقاعد والموضوع ده اختياري أنت اللي بتختار خمس مقاعد أو سبع السيارة دي بتيجي ما بين السيارة طوارق يعني هي أصغر شوية في الحجم من السيارة طوارق وأكبر شوية في الحجم من السيارة فولكسفاجن تايرون الجديدة وبتتميز بتصميمها القوي الواضح ومساحة شنطة الأمتعة الكبيرة ذات الحجم الكبير اللي بتصل لـ 885 لتر من الأمتعة ده طبعا لما بنتوي الكنبة والسيارة لما هتظهر أو هتطلق في الإنتاج هيتوفر لها سبع أنظمة قيادة فعالة مودات القيادة في العربية دي مش واحد ولا اتنين ولا ثلاثة لا دول سبع مودات سبع مودات قيادة من ضمن الـ versions اللي هتنزل في السيارة سيارتين كهربائيتين هاجينتين يعني غير محركات البنزين اللي هتنزل بها للسيارة لا هينزل كمان في فئتين كمان للسيارة هايبرد السيارات الهاجينة دي ممكن تحقق مدى كهرابي احنا عارفين الهاجين بيشتغل بنزين وكهرباء بيشتغل كهرباء لحد سرعة معينة أو على سرعات معينة بيشتغل اللي هو الهاجين أو ممكن نقول الـ mild hybrid أو الهاجين الخفيف ده بيشتغل لحد سرعة معينة مثلا محددة في السيارة ساي هنقول 70-80 مثلا بنظام الكهرباء وبعد ما بتزيد السرعة عن كده بيتدخل محرك البنزين وتبقى تغيير السيارة بنزين ده أحد أنواع فكرة الـ hybrid دي يمكن للسيارة أو الفئتين السيارتين الكهربائيتين اللي هينزلوا من تايرون أن هما يصلوا إلى مدى المدى الكهرابي غير المدى الكلي يعني المدى الكهرابي 100 كيلومتر وبعد ما تخلص الكهرباء 100 كيلومتر ممكن تكمل بقى بمحرك البنزين لحد ما توصل لحد 850 كيلومتر يبقى العربية برضو من الواضح كده أنها نزلة بحجم تانك كبير ومن الواضح أن هي هتبقى اقتصادية برضو في استهلاك الوقود للبنزين لأن انت برضو لما تمشي على سرعات عالية هتبتقل سرعاتك في الطريق في أوقات كده معينة فلما بتقل عن سرعات معينة بيشتغل المحرك الكهرابي وهكذا السيارة هتنزل بقدرة على السحب تصل إلى 2.5 طن يعني عزم دوران أو عزم هتنزل بعزم قوي وطيرون جديدة تم إطلاقها تم الكشف عنها في أوروبا أو مش إطلاقها مش الإطلاق الرسمي مش المبيعات يعني لا تم الكشف عنها يوم 10 أكتوبر لفات تايرون مبنية على منصة إنتاج اسمها MQB EVO ومنصة الإنتاج دي هي نفس منصة الإنتاج اللي اعتمدت عليها السيارة تيجوان والسيارة باسات من مجموعة فولكس وهتمتاز أو بتمتاز السيارة داخليا بجودة داخلية عالية جدا مستوى رائع من الخماد والنظام معلومات ترفيه مميز وأنظمة قيادة متعددة كتير بما فيها كمان ده الشيء الجديد يعني نظام تحكم صوتي واستخدام الزكاء الاصطناعي تشات جي بي تي تصميم السيارة من الخارج تصميم قوي طول العربية عشان نتخيل حجمها 4 متر 80 سنتي مصابيح الأمامية للسيارة كلها لد وشعار فولكسفاجن مضيق في المقدمة للسيارة مضيق على طول وكمان مضيق في الخلف وفيه شريط LED بكامل عرض السيارة من الخلف وده اللي بيدي تميز أو هتقدر تفرق العربية تايرون عن غيرها من بعيد مثلا لما تشوف الإنرات دي نظام الإنرات يعني ده بيخلي التايرون فولكسفاجن تايرون مميزة الشكل الخامات الداخلية بتعتمد على ألياف دقيقة من نوع أو اللي اسمها Art Velorous Eco ومن الخامات الجميلة الداخلية فيه خشب أصلي فيه أماكن مطعمة بالخشب الأصلي وزخارف مضيقة في جميع أنحاء السيارة ونزلة بتلت فئات غير الفئتين الكهرباء هتنزل بتلت فئات أو تلت تلاتة كاتيجوري أسميهم كالأتي Life يبقى تاير فولكسفاجن تايرون Life دي الفئة الأولى أو الكاتيجوري الأولاني والفئة التانية الوسطية اسمها إليجانس والفئة العالية R-Line R-Line دايما هي بتبقى أعلى فئة بتسمى بهذا الاسم فيه سيارات فولكسفاجن لو كلمنا عن أقل فئة اللي بتنزل بمجموعة من المواصفات القياسية المقصود هنا بالمواصفات القياسية إن المواصفات دي نزلة في الفئة الأولى طبعا اللي هي أقل فئة وبالتالي هتبقى نزلة في الفئة التانية والفئة التالتة وكمان الفئة التانية والتالتة اللي هما الإيليجنس والأرلاين هيبقوا بمميزات إضافية فالتجهيزات القياسية اللي هي ثابتة في جميع السيارات إن لم تكن تزيد بتشمل الاتي تسع وسائد هوائية تسع إرباج إرباجات مغرقة العربية ومكيف هواء أوتوماتيك سلاسي المناطق تريبل زون إضاءة خلفية عشر ألوان اللي هي الإضاءات الأمبيانت دي الخلفية الأمبيانت لايتي عشرة ألوان في تحكم تلقائي في الإضاءة الرئيسية الإضاءة الرئيسية للسيارة يعني أوتوماتيك تحكم تلقائي تشتغل أو متشتغلش شعار فولكسفاجن ضمن التجهيزات القياسية موجود في كل فئات شعار فولكسفاجن المضاء في الأمام وفي الخلف ومصابيح الخلفية سلسية الأبعاد وستائر شمسية في الخلف المحركات الهاجين اللي نزلة الفئتين الهاجين هنتكلم شويا فئتين الهاجين اللي نزلة بهم العربية غير محركات البنزين والديزل الفئتين الكهربائتين الهاجين في واحد فيهم هاجين خفيف وفي واحد فيهم هاجين بشحن هاجين بشحن اللي هو نوع من أنواع السيارات الهاجين يعني بتشتغل مدى أكبر الهاجين الخفيف ممكن يوصل لـ 100 كيلومتر وفيه الهاجين اللي بشحن هتنزل للعربية كمان بمحركين بنزين بشاحن توربيني TSI ومحركين ديزل كمان يبقى عندنا محركين ديزل محركين بنزين وسيارتين هاجين واحدة فيهم هاجين خفيف واحدة فيهم هاجين أعلى شوية هاجين بشحن في كل أنظمة المحركات غير الهاجين طبعا اللي هي المحركين بنزين والمحركين الديزل هيكون الفتاس موحد DSG المحركات الهاجين المحرك الهاجين الخفيف اسمه ETSI بدل TSI اللي احنا عارفينه في المحركات البنزين اللي احنا متعودين على الاسم ده لا هي اسمها ETSI مش TSI المحرك الهاجين الخفيف ده هيدينا قوة 110 كيلو واط أو 150 حصان والنظام الهاجين الخفيف 48 فولت الترازين الهاجينين الإضافيين المبتكرين المحرك الهاجين الخفيف اللي قلنا عليه ETSI اللي هيدينا 110 كيلو واط أو 150 حصان فيه كمان تراز تاني هيبقى بنفس المية وخمسين كيلو واط أو 200 واربعة حصان أو بقى آخر حاجة بقى اللي هو بشاحن آخر تراز في المحركات الهاجينة هيكون 200 كيلو واط أو 272 حصان البطارية ساعتها 19.7 كيلو واط ساعة كيلو واط في الساعة الفئة التانية من الهاجين هيمكن شحنها بشاحن منزلي خضرته تصل الـ 11 كيلو واط طيار متردد يعني لما هتركب واحدة شحن منزلية احنا عارفين واحدة شحن منزلية متعارف عليه بتبقى ثلاثة كاتيجوري كده فيه 7 كيلو واط 7 كيلو واط في الشحن المنزلي كطيار متردد ممكن تحطاها على سنجل فاز ثاني 11 كيلو واط أو اللي هو الشحن الأكبر شوية وفيه الجزء الأكبر فيه شحن الطيارة المتردد بيبقى 22 كيلو واط الـ 11 كيلو واط الـ 22 كيلو واط لازم يكون كهربة بيتك أو الاعداد اللي موجود عندك ثلاثة فاز الفولكسفاجن تايرون اللي بشاحن الفئة التانية اللي هي الهاجينة التانية ممكن تشحنها بالشحن المنزلي ده اللي تصل قدرته لحد 11 كيلو واط ده الشحن الـ AC بينما لو رحت المحطات بقى الشحن الـ DC السريع هتبقى العربية سبورت انها تتشحن بشاحن DC يتصل قدرته الى 50 كيلو واط في محطات الشحن السريع الـ DC بسكت دي كل معلوماتنا اللي وردت لينا عن فولكسفاجن تايرون الجديدة ثاني أكبر سيارات الشركة في أوروبا سؤال الحلقة تفتكروا فولكسفاجن تايرون هتنزل مصر أصواتاً بالسيارات الجديدة اللي نزلت من السيارات فولكسفاجن في مصر زي توارج واللي احنا بتسميها طوارق هل تعتقد ان سيارة فولكسفاجن تايرون هتكون أحد السيارات اللي هيتم عرضها وبيعها في مصر من الوكيل لولي رأيكم في التعليقات وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والانضمام للقناة وتفعيل جرس التنبيهات والتعليق تحت الفيديو برد على كل التعليقات ونكمل مع بعض الفيديو الجاي سلام